رافقتكم السلامة الى الوجهة التي تقصدونها بالتأكيد هي رحلة سعيدة تحلم بها من بغداد ومن الجنوب والشمال الى كافة دول العالم لكن تحقيق الامنيات جاء على مقياس الجارة ايران بتفعيل خط السكك الحديدية وهو ما اكده مستشار الامن الوطني قاسم الاعراجي في تغريدته حول تعاون قريب للربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلمجة مشيرا الى الحاجة لجهود مشتركة لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استنادا لاتفاقية 1975 المشروع الذي عزمت على تنفيذه طهران بعد احتلال العراق عام 2003 يخدم رحلات المصالح التجارية الايرانية وفي هذا تفسير لما يرشح من اخبار حول محاولات ايرانية بتفضيل منتجاتها التجارية بدلا من استيراد العراق للبضائع من دول اخرى وعلى سكة التعاون الاقتصادي بين البلدين او قل انه استثمار ايراني يجلب الفائدة التجارية ويصدر ما لديها الى العراق اذا فالرحلة الاولى بالكاد ستحمل ركابا الى بغداد لكنها ستحمل البضائع ايرانية الصنعة في القطار ايضا تطول رحلة البحث عن التبادل السياحي والثقافي المعلن امام الشاشات فالعلاقات الامنة بين الشعبين قد لا تجد طريقها امام تفاصيل التوتر الامني الذي يضعه الطيف الشعبي العراقي في دائرة اتهامات توجه نحو ايران لتغذيتها ميليشيات مسلحة تنخر في الجسد العراقي ويضيع العراق في حسابات الفائدة المثلى من تحسين واقعه الاقتصادي فهو الذي يمنح عقود استيراد الكهرباء والبضائع لايران لكن الى اين يصل قطار الامنيات العراقية لتحسين واقع البطالة والفقر والخدمات الغائبة سيما في محافظات الجنوب الاكثر تضرران من تعاون الطاقة على وجه التحديد سيما في محافظات الجنوب الاكثر ضررا من تعاون الطاقة على وجه التحديد اما المتوقع في اول رحلة ان تحمل ايران على متن قطاراتها بضائع جديدة الصنع تنتظر زبائنها في الشارع العراقي وبين هذا وذاك تحتاج الجهات المسؤولة عن تسيير اولى رحلات السكك الحديدية بين البلدين الى تفعيد خدمة العراقيين اولا واخيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة